تعالوا ناخد اول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا يا شيخ متجوزة من 21 سنة ولم انجب ولم انجب اولاد وعدم الانجاب انا السبب فيه والحمد لله انا رضيه بقضاء ربنا علي والحمد لله وزوجي لم يتزوج باخرى لانجاب اولاد له من زوجة اخرى ولكن هو لما بيتنرفز بيشتمني ويضربني وبيهني كتير وانا ساعات برد عليه الاهانة بالاهانة لان كلامه رخم فهل استحمل واصبر واغفر له في سبيل انه لم يتزوج باخرى ولا انفصل عنه ولا رأي حضرتك ايه بالله عليك ترد علي ضروري لاني في حيرة ومش عارف اعمل ايه وجزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا وربنا نساء الله يكتب لك الثواب العظيم على صبرك وعلى ان انت بتعيشي بهذا الامر وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اكتب لك الثواب العظيم وانما يوفى الصابرون اجرام بغير حساب فاعرف ان انت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى تدخل لك الخير العظيم ومسألة ان كل واحد فينا لازم يبقى عنده نفس النعمة ولا نفس الرزق اللي عند الاخرين هتلاقي عندك رزق كتير ربنا سبحانه وتعالى وسع رزقك جدا بهذا الشكل طيب حديك بتسأليني اعمل ايه اول حاجة ما تطلق ايش بالعكس الجزاء والاحسان الا الاحسان ولا تنسوا الفضل بينكم فكملي وعيشي مع زوجك طيب بس رأي ايه رأي ان حديكم تشرفوني انتو الاثنين في مركز الارشاد الزواجي بدر الافتالة المصرية لان في حاجات لازم نتكلم عنها لان بعض الاحيين لازم في حاجات تتحسب وحاجات نحللها عشان نقدر نقتراح لها الحلول لكن نقتراح الحلول كده من غير ما نحلل ايه اللي في نفس زوجك لانه ممكن احتمال كبير جدا جدا ان الواحد وعشرين سنة دي عمل التكلسات في نفس الزوج حضرتك في حاجات اقوى مش قادر يتجاوزها بمساعدة الخبراء ممكن يتجاوزها يبقى يبقى احنا ببساطة احنا محتاجين نعود وندرس المسألة ونشوف ايه الاسباب اللي بيخليه لما يتنرفز يعمل كده لانه ممكن لما يكون بتنرفز هو محتاج في الحقيقة انه هو يحس انه هو عنده حالة من حالات ملء الفراغ اللي عنده بمزيد من الحنان منك وحضرتك قد تكوني بتحسي انه هو بيتكلم عليك وبيحاول يقلل منك عشان انت ما عندك انت السبب في عدم الانجاب كل ده محتاج يتفهم كل ده محتاج ان احنا نسحل تفاهمكم مع بعض وتواصلكم مع بعض لانه ممكن يكونش هو قصده كده هو قصده بس ان الامر تقيل عليه فانت كمان تحسسيه بان حنيتك هتخليه يكمل ويقدر يكمل بقية الحياة معاك يبقى احنا محتاجين بس ان احنا نقوم بتسهيل التواصل بينكم لانه هو ده الحل مش حاجة تاني طيب يبقى نصحت لحضرتك تفضلي شرفينا انت وزوج حضرتك في مركز الإرشاد الزواج في دارة الإفتار المسارية عشان نقول له حضرتكم ازاي تخرجوا من هذا الشعور الغير إيجابي وازاي تنتهوا عن ازاء بعضكم بعض ترجمة نانسي قنقر